يومياً يوصلك في الهاتف صور وفيديوهات من خلال واتساب فيسبوك وغيرهم بعد صور الفيديوهات تبقى معهم حاير وما كتعرفش هوش حقيقيين او لمزيفين وش جداد او الاقدام وش التعليق اللي معهم صحيح او لا غير كذب في هذا الفيديو شفنا كيفاش نتأكد من صحة الاخبار باستعمال الحاسوب المشكل هو ان اغلب الناس الان كيستخدموا الهاتف كتر من الحاسوب واش كينشي طريقة البحث من خلال الهاتف لحسن الحظ كين تقنيات بسيطة ممكن تعلمها بسهولة وتعاونك في الكثير من الحالات تكشف الاخبار الزائفة وهذا كله باستعمال الهاتف فقط اجي نشوفه هات الصورة مثلا انتشرت في مواقع كثيرة تعليق كيقول باللي هاد اللافتة ترفعت خلال الاحتجاجات اللي رفقات مقتل مواطن الامريكي جورج فلويد من طرف رجال الشرطة في الولايات المتحدة الامريكية كيفاش نتأكدوا بان هاد الصورة حقيقية او لا مفبركة كين مجموعة هذه الطرق اسهل طريقة هي الضغط بيدك على الصورة حتى يظهروا هاد الاختيارات من بعد كتضغط على اختيار البحث على الصور من خلال جوجل نتيجة البحث كتظهر في هذه الصفحة ديال جوجل ومن خلال البحث في الروابط كان وجدوا الصورة الاصلية الصورة كترجاع الالفين وستاش يعني ما عندها حتى علاقة بمظاهرات الفين وعشرين واكتر من هذا تعليق اللي مكتوب فيها لا علاقة مع التعليق اللي شفناه باختصار العملية فيها تزيف وتضليل عن صبق اصرار وترصد دبيلا فتردنا الصورة وصلتك في واتساب يعني مسجلة عندك في الهاتف طريقة اللي شفناه مكتبقى صالحة شنو ممكن نعمله كاين جوج طرق البحث من خلال موقع جوجل ايماج او لا استخدام تطبيق خاص بالبحث المعكوس على الصور نبدو بجوجل ايماج كنبحتو على صفحات جوجل ايماج هايا المشكل هو ان الصفحة اللي ظهرتك تعطي فقط امكانية البحث على الصور من خلال الرابط عكس الحاسوب اللي كيعطي حتى امكانية البحث على الصور اللي مسجلين فيه شنو المعمول الحل هو اننا نجعلو شاشة الهاتف شبيهة بالشاشة الحاسوب كنضغطو عليها ثلاثة النقاط وكنختارو نسخة الحاسوب كنظهر صورة دي لهاد الكاميرا كنضغطو عليها وكنبحتو على الصورة اللي كتهمنا في ألبوم الصور هايا الصورة كنضغطو عليها وكيبدأ موقع جوجل يبحث على الصور المشابهة بنفس طريقة كنبحتو في الصور والروابط حتى نوجدو الصورة الأصلية طريقة الثانية اللي ممكن تستعمل مع الصور اللي مسجلين في الهاتف هي من خلال استخدام التطبيق أول حاجة كتنزل تطبيق خاص بالبحث المعكوس على الصور هاد النوع التطبيقات موجودة في بلاي ستور واب ستور على حساب نظام التشغيل اللي عندك في الهاتف واش اندرويد او لا اي او اس كتبحت من خلال هذه الكلمات المفتاحية من أحسن التطبيقات كين هالتطبيق اللي عنده نفس الاسم من بعد ما كنزله كنفتحوه كنضغطو على هذا الزر بش نختاروا الصورة اللي كتهمنا في ألبوم الصور منين كنوجدوها كنضغطو على زر البحث نتيجات البحث كتظهر في هذه الصفحة في جوجل وبسهولة كنوصلوا للصورة الاصلية هالتقنية اللي شفنا ممكن تجربها مع اي صورة شكتي انها ماشي صحيحة غدي تكتشف مثلا ان هالتصورة اللي كتبين لأهرام مغطية بتلج هي مفبركة وها هي الصورة الاصلية وهالتصورة اللي كيظهر فيها هيكل عدمي دي الانسان عملاق هي صورة مزيفة والصورة الاصلية هي هدي كل تقنيات اللي شفناها كتتعلق غير بالصور دبائي لو صلك شي فيديو في الهاتف وشكتي ان الخبر ماشي صحيح وشكين شي طريقة لتأكد لحد الان ما كينش تطبيق على الهاتف كيقوم بهذه العملية حتى البرنامج المساعد انفيد اللي تكلمنا علي في الفيديو السابق ولي كيستعمله الصحفيين لتأكد من الفيديوهات هذا البرنامج كيشتغل غير في الحاسوب وفي الحقيقة عمليات البحث المعكوسة على الفيديو اعقد بكثير من البحث على الصور لانها كتطلب فهرسة كل صورة في الفيديو وطبعا فهرسة كل الصور الموجودين في ملايين الفيديوهات اللي كيظهروا كل اسبوع مسألة كتطلب وقت وموارد هائلة موقع جوجل نفسه ما زال ما قدمش هذا الخدمة وكينتوقعات بان الخدمة ممكن تولي متاحة في المستقبل مع تطور الحاسوب الكوانتي ومع ذلك كين واحد الحل اللي كينجح في بعض الحالات الفكرة هي اننا غادي نقوم بالبحث المعكوس على الفيديو من خلال صورة او مجموعة الصور المأخوذة من نفس الفيديو هالتقنية هي نفسها اللي كي يعتمد عليها برنامج انفيد ناخد مثال ملموس هالفيديو اللي انتشرف بزاف المواقع كيقول تعليق ديالو ان روسيا تلقات مجموعة الاسود في الشوارع لاجبار المواطنين يبقوا في المنازل ديرهم للحد من تفشي فيروس كورونا كنبحتو على القطاة واضحة والتي تكون مميزة الفيديو وكلتقتو صورة للشاشة سكرينشوت الصورة كتتخزن في ألبوم الصور ديال الهاتف كنفتحو تطبيق البحث المعكوس على الصور وكنختارو الصورة اللي التقتنا كنحضفو كل زيادات باش تبقى لنا غير الصورة من بعد ما كنضغطو على زر البحث كيبانو النتائج في صفحة جوجل نختارو مثلا هذا الرابط كنوجدو نفس الصورة ولكن بتاريخ كيرجع اليناير 2019 يعني قبل ما يظهر اصلا فيروس كورونا المزيد من البحث يوصلنا ان هذه الصورة تنشرت اول مرة في 2016 والاقتضية للأسد تخادت في شوارع مدينة جوهانسبورغ في جنوب افريقيا في اطار تصوير فيلم سينمائي الى جربتها التقنية في البحث سيتكتشف مثلا ان هذا الفيديو اللي يتكلم على حكم بالاعدام بالحرق في حق ربعات الاشخاص بتهمة قتل بقرة في الهند هو مجرد عرض سحري امام الجمهور وهذا الدعاية اللي قالوا ان بيل جيتس لقها باش الناس يزرعوا واحد شريحة في اجسامهم ويوليوا قتلهم اجورين ومسلوب الارادة هي مجرد لقطة من مسلسل بريطاني وهذا اليد اللي قالوا ظهرات في السمادية السعودية ما هي الا مقطع فيديو من تصميم شاب برازيلي يشتغل على الجرافيك والخدع هالتقنية ديال البحث المعكوسة على الفيديو ما كتعطيش ديما نتائج فهذا الحالة ممكن بالاضافة للصورة تستاعن بكلمات مفتاحية الى كان الفيديو في يوتيوب ممكن تجرب البحث من خلال موقع يوتيوب داتا فيور لوضعته منظمة العفو الدولية للمساعدة في تقصي حقيقة شي فيديو في يوتيوب ممكن ايضا تبحث في المواقع المختصة بفضح الاخبار الزائفة احتمال تلقى تكذيب الخبر الذي يهمك بالأدلة والإتباتات تأكد من صحة الأخبار التي تذهب في الانترنت عملية ماشي ديما سهلة الى ما وصلت حتى النتيجة لا تتقش بزاف واهم شيء لا تنشر الخبر أخبار الزائفة أم فيروس حقيقي الشك والبحث هم الكمامة التي ستتعاونك في الوقاية حضيرك لكي لا تكون أنت سبب في انتشار هذا الفيروس بسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة